خبر مفرح جداً وهو أبطالنا المصريين رجعوا الحقيقة مبارح شفنا فيديوهات كتير قوي لموكب واحتفالات وفاير ووركس كل ده حصل في مطار القاهرة تخيالي بقا أول حاجة يعني بعد ما أحمد الجندي وصارة سامير رجعوا وصلوا مصر بالمداليات المدالية الدهبية والمدالية الفضية في المطار ما كانواش عاديين يطلقوهم يعني من كتر ما هما الناس كلها عملت تتصور معاهم والناس كلها مبسوطين بيهم وفخورين وطبعا كان معاهم وطيري شعب ورياضة دكتور أشرف صبحي الناس كلها كانت مبسوطة وفعلا فرحونة أن هما حققوا المكسب ده وقدروا يجيبوا مداليتين في أولمبياد باريس 2024 فالناس كلها كانت فعلا مبسوطة بيهم وبعد كده بعد ما طلعوا لحظة طلوهم من قاعد بقى المطار وأن هما خلاص طلعين للناس الناس كلها عملت تحتفل بيهم وفايروركس وشمريخ وبصي بجد هتفيت طبعا قد كده طبعا فبصراحة كان منظر حلو جدا وخلينا أقول لكم برضو أو أفكركم أن أحمد الجنزي هو لعب الخماسي لعب البنتاثلين وصارة سمير هي لعبة رفع الأسخال والاتنين بصراحة شرفونا ورفعوا اسم موسك وبصراحة كمان غير كده الناس بقى كتير جدا مش بس الموضوع مش كان on ground ناس كتير قوي برضو في السوشيال ميديا كانوا بيبار كلهم ومنهم طبعا محمد صلاح كان كاتب نومبر وان لأحمد الجنزي لقد جلقا محمد صلاحة أحمد الجندي ومامتو ومامتو كانت بتشجعه وبتدعمه وبتقوله أنت هتكسب مش أنت عارف أنك هتكسب ووقتها كان فيه زي دموع وهو كان بيعيط ومتأثر جدا قبل ما يروح بتقوله أنت هتكسب أنت عارف أنك هتكسب وبعد كده قلت له لو أنت مش عارف أنا عارفة أنت هتكسب وده اللي حصل فعلا هو كسب وحقق الميدالية الزهبية والعالم كله تكلم عليه الحقيقة مش في مصر بس فبصراحة الفيديو ده كان يعني كان very heartwarming اللي هو تحسي اللي هو نتكلم في حاجة قبل ما تحصل وبنشوفها على الأرض كأنها تنبأت بالله ما هيحصل يعني أحساس قلب الأم كما بيقول كل الناس برضو كان بيكلموا على أن قد إي يعني supportive mom مهمة جدا في حياتنا طبعا وأننا ما نقدرش نعمل أي achievement أو أي إنجازات من غير الدعم الأم ودعم العيلة نفسها بصراحة وأنا نفسي قوي أشوف بقى ممتوا استقبلتوا ازاي أوه بصراحة أخر بصراحة أمريكي برضو عشان تعرفوا إيه اللي حصل لأن الحقيقة أن أولمبياد باريس فجأتنا جدا حصل حاجات كمية حاجاتي جامعة مش طبيعية أولمبياد باريس مختلفة تنميما على فكرة عن أولمبياد توكيو وكل أولمبياد اللي حصلت قبل كده أظن ظهر فيها مشاكل كتير ظهرت فيها مشاكل مشاكل كتير بلس كمان أن يعني ترفلكت فرنسا بقى نفسها يعملوها وطلعت بشكل تاني وفي حاجات يعني جات كده بالصدفة يعني زي مثلا تلوث النيل هناك اللي هو البحر الصين أو نهر الصين يعني حقيقة كان في حالات كتير قوي وقلينا نقول لكم الأخبار لما نصب بالصدفة